اشتركوا في القناة مش بس أبطالنا بيكونوا يعني رياضيين لعبة يعني دائما اللعبة هم بيبقوا نجوم الشباك وبيكونوا هم طبعا يعني الحلقة الأهمة في الرياضة ولكن في حلقة مهمة جدا جدا ولا تقل أهمية من رؤية نظري أنا أهمية عن دور اللعب في الملعب وهو الكوادر الإدارية مصر ولادة مصر مليئة بالكوادر الرياضية المصرية الجيدة جدا وده دورنا هنا في بنامج الأبطال إن احنا نحط الدوء على هذه الكوادر الحقيقة اللي بتشرف مصر في كل مكان أحد هذه الكوادر الدكتور إهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجباس مش بس كده هو أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي واستطاع أن يفوز برئاسة الاتحاد من حوالي 3-4 شهور في منافسة شارسة جدا في اتخابات شارسة مع منافس قوي الكابتن علي زعتر الجزائري رئيس الاتحاد الأفريقي السابق بيتربع على الاتحاد يعني عشرات السنوات مقر الاتحاد في الجزائر مقر الاتحاد الأفريقي في الجزائر إذن كان صعب جدا دكتور إهاب أمين يخش الانتخابات ويفوز بها كانت على هامش نقاط جميع الأممية في أنطاليا بتركيا الانتخابات كانت شارسة جدا عشان يخش يحرك أو ياخد مكان أحد المرشحين اللي هو أوريدي أو هو يعني هو رئيس الاتحاد يعني الانتخابات جريت وعلي زعتر أو كابتر علي زعتر ورئيس الاتحاد فعشان يخش دكتور إهاب أمين ويعني يفوز بالثقة الجميع الأممية كان أمر صعب جدا طب ده بيفدنا بإيه لا هيفدنا في حاجات تانية أول هلكم عليها كمان أول حاجة كمان أنه بقى عضوا في المقتب التنفيذ بالاتحاد الدولي إذن كوادرنا الرياضية كوادرنا الرياضية دلوقتي لازم تخش في كل الهيئات الرياضية الإقليمية والعالمية لازم نرجع لدورنا السابق واللي بناخده واحدة واللي بناخده واحدة إحنا عايزين يبقى عندنا طبعا دكتور حسن مصطفى طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكورة اليد وعضو اللجنة الامبية السابق الدولية عايزين كوادر كثيرة زي دكتور حسن مصطفى وقود ووقامة كبيرة عايزين مصر لولادة وتقدر فالحقيقة دكتور أهاب أمين من أحد الكوادر المصرية اللي بيتنبأ لها بمستقبل كبير جد لأن صدقوني في الملعب الشدر تعمل حاجة من غير كوادر إدارية قوية طيب ايه الجديد؟ الجديد إنه دكتور أهاب أمين تولى الاتحاد 3 سنين من 2017 نقول لأ 4 سنين وبعا كده فاز بالثقة الجمال العمومية كرئيس الاتحاد المصر 4 سنين أخرى في الأربع سنين اللي عاده عمل طفرة كبيرة جدا في اللعبة عمل رقم واحد زود البنية الأساسية للعبة وزود عدد المشاركين عدد نشر اللعبة على قد ما يقدر في الأربع سنوات نجحنا بتنظيم كأس عالم كده على أرض مصر بشكل أبهر لعالم كله مستضفين كمان السنة دي بطولات دولية وعالمية مش بس كأس عالم فيه بطولات دولية مصر استطفتها السنة اللي فاتت ونجحنا فيها الاتنين إداريا وفنيا وزي ما قلتلكم الاتحاد عشان يبقى الاتحاد ناجح من وجهة نظري لازم يكون ناجح إداريا وناجح فنيا بيستضيف البطولات وعنده دولة قوية ومنافسات قوية وفي نفس الوقت بيعد العيبة تمثل مصر واسمه مصر هو يعني غاية كل لعب واللي احنا بنعمله ده كله عشان في الآخر مصر تتوج بالبطولات فلما تنجح فنين وإداريا أنا في رأيي ده اتحاد ناجح حاجة من اتنين بقى نجاح بس نجاح منقوص لازم لتنين فني وإداري دكتور إهاب أمين من أحد الكوادر الحقيقة اللي عندها كلام كتير الانتخابات وشراستها وإزاي نزلها لما تتسلم في شهر 12 اللي فات رئيس الاتحاد الأفريقي إيه أحلام وطموحاته بيفكر إزاي للعب دي هل عنده أماله وطموحات مع لجنة الانبياء الدولية هنشوف الكلام ده كله في الفقرة الحوارية اللي هيكون دفنا فيها دكتور إهاب أمين انسلا لامتاط